المسيح عم بقارن بين عطاء المرائين وبين عطاء المؤمنين عطاء المرائين يعني اللي بمثله هو عبارة عن نفاق ومظاهر تدين خارجي العهد القديم يتكلم مرارا وتكرارا عن الصدقة وعن العطاء وعن الاهتمام بالفقير مثل ما شفنا في شريعة موسى الفقراء معكم وهكذا كررها المسيح الفقراء معكم كل حين فالشخص اللي بيزهر الأحشاء والمحبة والعطاء عم بيعبر عن طبعا حياة سيدو اللي هو الرب يسوع المسيح هذا العطاء للمؤمنين أحبائي عمل إلهي لأنه بيعبر عن محبة القلب المشكلة كان مش في العطاء لأنه موجودة في الشريعة وبيعرفوها وعم بيعملوها لكن الدافع لهذا العطاء فالرب يسوع بيتكلم عن بعض الجماعة اللي عم بيجيب الموسيقى بيدرب البوق وعالة يمكن بتكون في أيام السوق إحنا بنسميها لما بتجتمع كل عامة الناس في الماركت وكل الفلاحين بيجوا ففي كتير فقراء كمان في هذه المرحلة بعض الأغنياء كانوا بيجيبوا شخص إنه يبوق وعلى أساس إنه يتجمعوا ويبتدي يوزع هذه العطايا برضو الحديث قصة مش غلط لكن إذا كان الهدف إنه أنا المديح وأنا المجد من الناس هون الخطأ فالمسيح طبعا الشيء اللي تكلمه كان صدمة بيتكلم حتى ما تخليش إيدك تعرف شو الإيد الأخرى عم بتعمل يعني بكلمات بسيطة لا تحاول أن تجتذب الناس لكي يتراك أبوك الذي يراك في الخفاء يجازيك علانية وأكيد برك رح يكون أمامك ومديحك رح يكون من الرب مش من الناس